في إطار مرافقة ودعم قدرات الأطفال ذوي اضطرابات التعلمي وأوليائهم نظمت وحدة التعاهد بالأولياء وأطفالهم ذوي اضطرابات التعلمي بالقيروان يوما تحسيسيا بالمدرسة الابتدائية بمنطقة الخضرة للكشف عن الحالات التي تعاني من اضطرابات التعلمي قصد التعاهد بها صغيرات اليوم اللي ما يعرفش يجمع بين الكلمات عنا ديدي سليكسيك عنا برشة وضعيات اللي لابد أنه مش نعتني بيهم لأنه إذا منعتني مش بيه في هالسن هدايا الصغير بطبيعة ينجم التلميذ يخرج من سير كيمتها الملظومة التربوية وبالتالي يصبح عنصر في المجتمع معناها بين ذفرين شبه مهم ويهدف هذا اليوم التحسيسي إلى ملاحظة المؤشيرات السلوكية والمعرفية الدالة على اضطرابات التعلم من طريق أخصائيين نفسانيين تستهدف التلميذ وينتفع منها مجموعة من الأولياء والمعلمين بالتعاهد بالأطفال طوال الوحدة قاعد تستقطب في عدد طيب من أطفال كل شهر نزيد العدد نحن طوال في حدود 40 طفل متعهدين به من شهر جانفي تعاهد شمولي من طرف إطارات مختصة أخصائيين نفسانيين واجتماعيين وتربويين وكيف مختص في النطق وأخصائية نفسية نية تراقب الأطفال وتتباحهم عن تعاهد نفسي عن معانا أخصائية في تقويم النطق علاج وظيفي الإختصاص اللي بش يستحقه صغير تابع للإستيراب اللي هو يعاني منه بش يكون موجود في الوحدة إن شاء الله مش يعاوننا برشا نحن كإطار تربوي في التكوين خطر نلاحظوا إنه أولداتنا منه مشكون عنده بعض الصعوبات تقول هوا ما ينجمش يقرأ لكن هو مش حكاية معرفة أكثر منها صعوبة نفسية أو عصبية فعلي أولادي أولادي تحسنوا شوي ويحبوا معنتها يقرأ عنهم وعجبتهم وفهموهم ويستوعبوا منهم ويعد هذا النشاط الأول من نوعه للوحدة منذ تأسيسها في شهر جانفي المنقذي وستعمل على استهداف مدارس أخرى خلال الفترة القادمة للتعاهد العلاجي والنفسي بذوي إضطرابات التعلم